لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد هل سيصوت الجزائريون بنعم؟ من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والصفحات التي كانت صفحات أصلا مؤيدة إلى هذا المساء كلها تروج إلى رفض هذا الدستور وأغلبيتها الساحقة تقول أنه دستور بوتفليقة وأنه فيها المادة المسمومة التي وضعها بوتفليقة هذه المادة التي تدرج لغة رسمية غير موجودة لغة رسمية غير موجودة موجودة كلغة تخاطم في الشارع ولكن أساسيات أنها تخليها لغة رسمية للدولة غير موجودة حتى شفت بعض حتى امتحان دول وشبكة التواصل الاجتماعي صورة لامتحان بالأمازيغية كما يقولون مكتوبة بالحروف اللاتين ما زالت أصلا لم تجملك مقومات أنهت لغة وطنية وأيضا ليس حتى لو تكون لغة لمجموعة جزء في الشعب الجزائر وتملك كل مقومات أنها تكون لغة ليس شرطا أن تكون لغة رسمية للدولة الدولة تكون لغتها هي اللغة الأغلبية الساحقة للمجتمع أمر آخر هناك أساسيات ومعايير دولية أيضا في إدراج هذه اللغة تكون لغة عالمية للخطاب العالمي وأيضا هناك شروط تفرض نفسها على أي دولة أن تدرج أو تجعل من لغة ما لغة رسمية لتخاطب بها نفسها ولتخاطب بها المجتمع الدولي إذن شبكات التواصل الاجتماعي وليست معيار على كل حال ليست معيار ولكن تأخذ على سبيل الاستدلال أن الجزائريين حسب ما يظهر أنهم يرفضون هذا الدستور بسبب هذه المادة وبسبب تخوفهم على الهوية الجزائرية وأيضا لتخوفاتهم المستقبلية من أن هذه المادة ستساهم وسترسي دعائم الحكم الفيدرالي وهي التمهيد الذي يساعد أصحاب الدعوات الانفصالية الذين يتواجدون فيما تسمى منطقة القبائل طبعا وهي منطقة جزائرية أيضا أن الجزائريين تطلعوا أيضا لجمهورية جديدة هل هذا الدستور بالفعل يؤسس إلى جمهورية جديدة؟ إذن إذا كان أنت تريد جمهورية جديدة كان من المفروض أنه ليس بهذا الشكل تبدأ جمهورية جديدة برلمان جديد كل شيء والدستور يكتب من طرف رجال الدولة الجديدة ولكن أنك تبدأ مرحلتك الجديدة بدستور من مرحلة سابقة تقريبا أعتقد بأن هنا لم يحدث تغيير هو استمرار إلى نفس النظام بوجوه جديدة هذا الاحتمال القائم والاحتمال الثاني أن الدستور ليس له قيمة في الجزائر على مدار سنوات خلت أن الدستور عبارة عن منشفة لدى الدولة الجزائرية لا يحترم أصلا يحترم ويمشي وفق ما يريده السلطان إذن إذا كان أنت تريد لا يهمك أن يكون دستور حقيقي وفعلي معناها أنها لا توجد نوايا حقيقية لتأسيس دولة تعتمد على الدستور دولة دستورية والقانون فوق الجميع ونحن نعلم أن الدستور هو أعلى قانون في الجمهور إذن الجزائريون هل سيرفضون؟ المعطيات على الجزائريين أن يرفضوا أن يرفضوا هذا الدستور لأن الشعب الجزائري في عمومه عندما استمع إلى نائب السابق طليب والذي كان نائب رئيس البرلمان كان أحيانا يجلس ويتربع على عرش البرلمان وهو يشرع للجزائريين حكى كيف تباع المناصب وكيف النيابية وكيف الرشوة لما تروح تشوف مستويات النواب واحد السبعة أبتدائي واحد السبعة أساسي واحد السلسة أبتدائي واحد التاسعة أساسي واحد الرابعة متوسط لا مستويات دراسية لا مستويات فكرية لا مستويات الاجتماعية كل ما عندهم هي مستويات مادية اشتروا بها مناصبهم وهذا هو البرلمان الذي ليس فساده فقط في النواب بل الفساد أيضا حتى داخل المؤسسة لو تفتح لجل التحقيق لا وجدوا العجب العجاب من نهب المال العام وتبثير وإنفاقه بطرق غير مشرعة وهذه موجودة تقارير تحدثت من قبل عن هذا الأرض إذن هذا البرلمان يجب أن يحد دعوتنا من المفروض أي دولة روحوا لكل الدول التي حدثت فيها ثورات شعبية أنه بمجرد ما ينتخب رئيس القيد صالح ماذا قال في ذلك الوقت؟ القيد صالح كان يعمل فقط على الإطار الدستوري في انتخاب رئيس ولكن كل المعطيات والمعلومات التي لدينا من المحيطين به كلهم قالوا بأنه كان مبسرة بوزر الانتخاب رئيس الرئيس سيتخذ إجراءات حل البرلمان تعديل الدستور دستور جديد للجزائريين كان هذا المشروع أنت تجيب تخليلي نفس البرلمان يصادق على دستور بعد الدستور تعاود تحل البرلمان تجيب له واب أخرين يرفضوا لك هذا الدستور مثلا إذن أنا أنه المشكلة الكبرى هو أنه هذا الوصمت عار في جابين الدستور لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله